الاحتلال يعمق تواجده العسكري في غزة ويصر على السيطرة على محور نتساريم الاستراتيجي بهدف شطر القطاع إلى قسمه المحور الذي يكتسب أهمية كبرى تهدف قوات الاحتلال من خلاله إلى فرض واقع جديد في القطاع المحاصر إذ يبلغ طوله نحو ستة كيلو مترات ويربط شرق القطاع بغربه كما يفصل شماله عن وسطه وجنوبه صور الأخمار الاصطناعية كشفت عن إنشاء منطقة عازلة عبر تحصين المحور وبناء قواعد والاستلاء على مباني مدنية وتدمير المنازل القريبة منه خطوة اعتبرها محللون جزءا من مشروع واسع النطاق لإعادة تشكيل غزة وترسيخ الوجود العسكري الإسرائيلي فيها وسرعة انتشار الجنود إذ تسمح المنطقة العازلة بالتحكم في إيصال المساعدات وحركة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله وكورقة ضغط خلال مفاوضات التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين مؤسسات إسرائيلية كشفت عن تدمير ما لا يقل عن 750 مبنى في إطار منهجية الاحتلال لإنشاء منطقة عازلة المنطقة العازلة تتوفق مع تصريحات مسؤولين إسرائيليين تعهدوا بالاحتفاظ بالسيطرة الأمنية على قطاع غزة عبر تحويله إلى جيوب صغيرة في خطوة تضيق على أهالي القطاع أكثر وأكثر ترجمة نانسي قنقر